طالما ان اسرائيل وامريكا عاوزين كده يبقى لازم تكون كده هكذا اعلنت دول الاتحاد الاوروبي منذ ساعات قليلة اللي اعلنوا عن فرضهم لعقوبات غير عادية في مواجهة دولة ايران وقالوا للسيامة في الجراب يحاوي لازال هناك الكثير من العقوبات لازال هناك الكثير من الحروب الموجهة ضد دولة ايران لان هي تجرأت ان هي تحارب اوكرانيا وتدعم روسيا على الرغم من ان الحرب الحقيقية مه بين ايران والكيان الاسرائيلي هذا ازال في نفس التوقيت اللي احنا فجينا فيه بان كل دول الاتحاد الاوروبي بدأت تعاني الامرين من حال التفسخ داخلية بسبب طبعا الحرب الموجهة ضد دول الاتحاد الاوروبي وشعرهم بانهم دخلوا في نفق مظلم ايه اللي بيحصل بالزبط ده اللي احنا هنعرفه خلال الحلقة دي انا احمد عبدالله وانت اكتعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في مثل شعب مصر بيقول ايه الاسم طوبة والفعلة امشير يعني الاسم ان هو شهر طوبة اللي هو شهر البرد لكن الممارسات التي تحدث على مستوى الطقس في هذا الشهر هي ممارسات شهر امشير العواصف والزعابيم المثل ده بالزبط بينطبق على كل دول الاتحاد الاوروبي دول الاتحاد الاوروبي الفعل ان هما بيحربوا ايران وان هما محتجين ومعترضين على دعم ايران لروسيا بينما الحقيقة ان دول الاتحاد الاوروبي بتتحرك بناء على تعليمات سرية من قبل اسرائيل ومن قبل الولايات المتحدة الامريكية لمعاقبة ايران لان ايران بتحاول ان هي تهب في الكيان الاسرائيلي دول الاتحاد الاوروبي اعلنت فرض عقوبات على ايران والسبب كما ذكروه بسبب دعمها روسيا وقد اعلنت تكتل حظر اي معاملة مع الموانئ التي تستخدم لنقل المسيارات او الصواريخ الايرانية او التكنولوجيا والمكونات ذات الصلة لروسيا وتحذر العقوبات تصدير او نقل او توريد المكونات المستخدمة في تصناع الصواريخ او المسيارات من الاتحاد الاوروبي لايران كما تنص على منع استخدام الموانئ الايرانية مثل امير اباد او انزالي على بحر قزوين المستخدمة لنقل المسيارات او الصواريخ او التقنيات المخصصة لتصناحها وحذر للتحاد الأوروبي كذلك تقديم الدعم إلى أي سفينة تشارك في عمليات النقل هذه باستثناء المساعدة الإنسانية أو بسبب خطر يهدد السفينة وتاقمها المسألة ما كانتش متوقفة على فرض العقوبات الأخيرة ديت فقط لغير من قبل دول الاتحاد الأوروبي على إيران لف منتصف الشهر اللي فات قررت الدول الأوروبية السبعة وعشرين فرض عقوبات على 14 كيان وفرد في إيران بينهم شركة الخطوط الجوية الإيرانية إيران إير لقيامهم بتسليم أو تسهيل تسليم صواريخ باليستية إلى روسيا وكانت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اعتمدت عقوبات على خلفية المسألة نفسيها في منتصف شهر سبتمبر الماضي بتفرض عقوبات على أساس أن إيران بتدعم روسيا السؤال اللي بترح نفسه طيب ما هو أنت ما عملتش كده أوكرانيا بيدعمها كل الدول المذكورة سابقاً اللي هي فرضت عقوبات على إيران أوكرانيا تعتبر أن هي تجوزت على الأمن وضد الأمن الروسي كما على الفرض الجدلي أن المسألة هي دعم روسيا لأن أساس الفرض العقوبات ديت يعود في المقام الأول زي ما ذكرت لحضراتكم في مقدمة الحلقة مش عشان الدعم الإيراني لروسيا لأنهم عارفين كويس جداً أن قوة إيران أو دعمها لروسيا ما هوش مؤثر في الحرب الروسية الأوكرانية بقدر حرب إيران ضد الكيان الإسرائيلي اللي يهم إسرائيل في الوقت الراهن أن هي تقلم أظافر إيران اللي يهم إسرائيل وأمريكا أن هم يهدوا إيران طلاقة المصالح إسرائيل أمريكا دول الاتحاد الأوروبي المفترض جدلاً أن كنت تصدر القرارات بقدر الجريمة الجريمة هي إيه؟ أن إيران بتدعم بالمصيرات وبالصواريخ الباليستية روسيا في مواجهة أوكرانيا طيب ما هو أنت بتدعم أوكرانيا أنت كمان على المستوى العسكري أكتر من خمسين دولة بتدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا إيش معنى محدش أفترض طريقة؟ إيش معنى سيادتك أساساً بدأت تتمرد بهذه الشاكلة الآن عندما بدأت إسرائيل تعلن الحرب الكبرى ضد إيران عندما أعلن دونالد ترامب أنه هو جاي من أجل إسكاية كل الحروب بالإضافة إلى أنه هو يشوف له صرفة في الملف الإيراني أنت ليه دلوقتي جاي تاخد القرارات دي طبعاً القرارات دي السبب الرئيسي بتاعها هو إسرائيل في المقام الأول هما ما يقدرواش أنه هما يقولك عشان إسرائيل وعشان أنا بهدك لصالح إسرائيل ما يقدرواش يقولوا كده إنما هما قرروا يتحركوا بربط المعلب بطريقة ملحوظة جداً بطريقة حصل فيها توافق غريب جداً من نوعه النتيجة فجئنا بالقرارات دي وزير الخارجية الإيراني عباس عراجي قال إن الاتحاد الأوروبي بيتم استخدامه مرة أخرى زريعة لمهاجمة بلاده وقال إن حرية الملاحة ديت مبدأ أساسي في قوانين البحار وعندما يتم تطبيقها بشكل انتقائي من قبل البعض فإن مثل هذه الرؤية الضيقة تؤدي بالعموم إلى تأثير مرتد يعني العقوبات اللي انتم فرطوها ضد إيران هترتد عليكم أنتم وانتم اللي هتتحملوا النتيجة وقال يبدو أن بعض الدول الأوروبية تصر على الاستمرار في المواجهة وهذا أمر لن يعود بالفائدة على أحد وقال إن إيران في الحالة ديت بتحتفظ بحق الرد معروف إن بريطانيا هي كمان كانت فرضت عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية وشركة الشحن البحر الإيرانية إيرس إرسل بالإضافة إلى تجميد أصول الشركتين حتى أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أكد إن محاولات إيران تقويض الأمن العالمي عبر دعم روسيا غير مقبولة ودعى طهران إلى إنهاء دعمها للحرب الأوكرانية وأضافت الحكومة البريطانية أن العقوبات هتزيد من القيود على رحلات الطيران الإيرانية المباشرة من وإلى بريطانيا كما فرضت عقوبات على سفينة شحن الروسية تحمل اسم بورتوليا 3 لضرها في نقل الإمدادات العسكرية لموسكو يعني أنت عاوز تقول إيه؟ هم بيحاولوا بقدر الإمكان يتشطروا على طرف الطرف ده من مصلحة إسرائيل وأمريكا أن يتم مهاجمته دربوا عصفرون بحجر واحد رقم واحد حاولوا أنه هما يوصلوا للروسيا أننا أقوية وأننا نقدر نأثر عليك يا روسيا طز ليه؟ زي بالضبط ما هما فرضوا العقوبات على روسيا في مرحلة سابقة النتيجة روسيا استبدلت الدول الغربية بدول زي الصين وكوريا الشمالية ودول في منطقة الشرق الأوسط فانت سيادتك فرضت العقوبات طز لأن إيران برضو مرتبة أوراقها بشكل كويس جدا مع روسيا قبل إبرام الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية اللي كان مؤداها أنه هناك تبادل عسكري ما بين الطرفين إيران نفت إيران نفت وقالت لا أنا مودتش صوريخ باليستية ولا مصيرات المصيرات الموجودة في قلب روسيا حاليا هي بسبب امدادنا أو تعاوننا العسكري في مرحلة سابقة مع روسيا قبل تفجر أزمة روسيا وأوكرانيا طبعا الطبيعي أن إيران هتقول كده إيران لا يمكن أن هي تعترف بأن هي مثلا بتمتلك برنامج نواع عسكري وأنا ليه أخصر لما ممكن أكسب الكل بيمارس الأكاذيب في مواجهة الآخر وبالتالي مش من حق الآخر يعرف أن عندي برنامج نواع عسكري أو يعرف أن أنا بمد روسيا أساسا بالمصيرات وبالصواريخ الباليستية عبرها للقراط وبالتالي أنا ممدتش روسيا طيب هما هيديعوا الخناء على إيران طز مرة تانية ليه؟ ما هما منذ عقود طويلة بيديعوا الخناء على إيران وبيفرضوا عليها العقوبات بطريقة ملحوظة للغاية النتيجة دولة إيران خرجت أقوى من زي قبل طيب أنت عاوز توصل رسالة لروسيا وتوصل رسالة لأمريكا وإسرائيل أن نحن معاكم أهوت وبندعمك يا إسرائيل وتوصل رسالة لروسيا أن كنت أقوية وأن كنت تقدروا ويمارسوا القوة بتاعتكم في مواجهة إيران طيب إيه اللي بحصل بقى؟ شوفوا حالة الرعب اللي موجودة في قلب دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا دول الاتحاد الأوروبي أعلنت حالات الطوارئ حماية لحدودها وحماية للتكتل بتاحها أول مرة تعلن حالات الطوارئ لأن روسيا قيلت بالحرف الواحد لو أن أوكرانيا فكرت مجرد تفكير أن هي تستخدم صواريخ أتاكمس اللي بدأت أمريكا تمد أوكرانيا بيها أو استخدمت أسلاحة بعيدة المدى من أجل ضرب العمق الروسي روسيا هتتحرك من أجل توجيه ضربات غير عادية في مواجهة دول الناتو وبالزاد دول للتحاد الأوروبي لدرجة أن روسيا منذ ساعات قليلة وجهت ضربات في العمق الأوكراني هذه الضربات وصلت لغرب أوكرانيا الأول مرة في تاريخ الحرب الروسية الأوكرانية لدرجة أن بولندا والمجر أعلنوا حالات الطوارئ وقالوا احتمال أن تم توجيه ضربات عسكرية لنا إحنا كمان ليه؟ أصل أنت سيادتك أساساً مش هتدعم أوكرانيا وتوافق لها أن أوكرانيا تضرب العمق الروسي وأنها أعدت غزل في جمالك الحرب هتطول الجميع في يد كانت رسالة روسيا منذ ساعات قليلة النتيجة إيه؟ أن دول الاتحاد الأوروبا أعلنوا حالات الطوارئ حماية لحدودهم وتكتلهم وأن هم بيحاولوا يقنعوا روسيا ويقنعوا الآخر بأن هم عندهم قوة بشكل غرعاد ومش خايفين من أي حاجة وبالتالي بدأوا يفرضوا العقوبات على إيران معاقبة لروسيا أعلنت أوروبا فرض الرقابة على حدودها مما يثير مخاوف من تهديد الوحدة الأوروبية على مستوى ألمانيا قررت توسيع الرقابة بتاعتها على الحدود البرية مع جرانها بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وبولندا وزيرة الداخلية الألمانية أشارت إلى أن القرار جاء لحماية البلاد من تهديدات أمنية كما تبني الدول أخرى زي السويد وهولندا سياسات مشددة تجاه حماية أمنها الدكتور فرانز هيرمان المحلل السياسي وده محلل سياسي ألماني من مدينة برلين قال إن الإجراءات اللي بدأت تعملها دول للتحاد الأوروبي اللي هي أعلنت حالات الطوارئ حماية لحدودها تعكس المخاوف من تراجع السيطرة الأمنية الأوروبية على الحدود الأوروبية في خطوة قد تمهد لنهاية الحلم الأوروبي وقال إن أعادة فرض الرقابة الحدودية قد تكون بداية التفكك أوسع داخل دول أوروبا مما يهدد الإنجازات التي تحققت على مدى عقود طويلة وقال إن الأزمات سهمت في زيادة النقمة الشعبية وتعزيز النزعة القومية وده بيضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التحديات بشكل موحد عشان كده تولي التحاد الأوروبي اتهاب له بالأمس لما فجوا بالضربات الروسية وصلت للعمق الأوكراني لدرجة أنها وصلت لحد غرب أوكرانيا الأول مرة بطريقة صادمة جدا بالنسبة لهم الاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات على إيران بسبب دعمها لروسيا عقوبات أوروبية جديدة على إيران لتزويدها روسيا بالصواريخ طهران تستبق عقوبات أوروبا حجة جواهية نفتها أوكرانيا بنفسيها أوروبا تعيد النظر في حدودها هل الوحدة الأوروبية في خطر؟ طبعا أصبحت في خطر لأن أوروبا كل يوم أكثر من زي قبل بتتورت في قلب المستنقع الأوكراني نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في أن هي تزج بكل دول أوروبا في هذا المستنقع في موجهة روسيا النتيجة ما عادوش قادرين يتراجعوا ياخدوا خطوة للخلف لأن خطوة للخلف معناها الانتصار الروسي معناها من وجهة نظرها أن أصبحت حدودها مهددة طبعا خليهم يشربوا لأن اللي بيمشوا وراء أمريكا بيغرأ اشتركوا في القناة